الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد طاه النبي الأمي الأمين العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم ورضي الله عن جميع الأولياء والصالحين أما بعد إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم وأذكركم بتذكير غيركم وبدعوة غيركم لهذا الخير لتعم الفائدة وينتشر العلم والنور ونبدأ بمجلسنا مع كتاب سمعت الشيخة يقول أو درب السلامة في إرشادات العلامة متوكلين على الله سبحانه مخلصين له عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طاه الأمين وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين يقول الشيخ جميل حليم الحسين حفظه الله تعالى وقال الإمام الهراري رضي الله عنه قال أحد الصالحين الوقت أعز الأشياء عليك فاشغله بعز الأشياء الله رب العالمين وقال رضي الله عنه هنا معناه الوقت من أعز الأشياء وينبغي للعاقل أن يربح وأن يستفيد من هذه الغنيمة في الخيرات والطاعات والعبادات وأما الجزء الثاني من الكلمة فالله عز وجل هو أعظم من معظمهم على الإطلاق وهو سبحانه وتعالى نعبده ونوحده ونقدسه ونمجده وتعظيمنا للأنبياء والأولياء ليس كتعظيمنا لله تعظيمنا لله تعالى محبتنا لله أعلى وأكبر من محبتنا للأنبياء وأعلى وأكبر من محبتنا للملائكة والأولياء وأعلى وأكبر من محبتنا لأنفسنا ولأبنائنا وأمهاتنا وآبائنا بل لا مقارنة بين ذلك إذن الله تعالى نعبده ونعظمه أكثر من تعظيم أي شيء آخر نعم وقال رضي الله عنه الوقت أغلى من الذهب إن لم تصرفه في طاعة الله ذهب ثم العاقل إذا عرف كيف يستخدم هذا الوقت فيملأه بالطاعات والعبادات يصير من المرضيين عند الله يعني هذا الإنسان يسرع إلى إرضاء الله وإلى طاعة الله وإلى عبادة الله وإلى الاشتغال بذكر الله وبما يرضي الله عز وجل من خدمة دينه من خدمة الإسلام هكذا ينبغي للعاقل أن يفكر أنا كيف أرضي ربي كيف أطيع الله عز وجل بأن أعمل بطاعته وأن أعجل إلى ذلك وأن لا أقصر ولا أضيع الوقت في الأمور التي هي محرمة أو أمور آفها أو هي خبيثة أو مزمومة أو مكروهة بل أصرف وقتي فيما يرضي الله عز وجل ثم الإنسان الصالح هو الذي أدى الواجبات واجتنب المحرمات بذلك يصير عند الله من المرضيين هذا صار تقيا ثم العبارة الثانية وهي أن الإنسان إن لم يغتنم هذا الوقت ولم يشتغل بهذا الوقت بما ينفعه هذا الوقت يذهب عليه فالوقت أغلى من الذهب إن لم تستعمله ولم تستخدمه وإن لم تستخدمه فالطاعات والعبادات ذهب يعني بعبارة أخرى الوقت أغلى من الذهب إن لم تستخدمه في طاعة الله عليك ذهب ما معنى عليك ذهب؟ يعني خسرته يعني ضاع من يدك يعني ضاع من يدك ثم إن الذهب والماس والجواهر وما شابه هذا يذهب ويجيء تبيع فيه وتشتري أما الوقت والأنفاس أغلى من الذهب فأنت لا تستطيع أن تشتري ساعة مضت ذهبت انقضت بكل كنوز الأرض لا تستطيع أن ترجعها إلى عمرك بل انقضت وذهبت في أي شيء استعملتها أنت الآن حاسب نفسك إن كان في خير فاثبت على ذلك إن كان في طاعة فادم على ذلك إن كان فيما يرضي الله فاستمر على ذلك وأكثر أما إن كان في معصية فتدارك نفسك بالتوبة إن كان بأمور هي دون المعاصي لكنها أمور مزمومة أو قبيحة تكون فوتة على نفسك هذا الوقت وضيعت الغنيمة فانتبه من الآن فصاعدا لتغتنم ما بقي لك من أنفاس نعم وقال رضي الله عنه عليكم بالجد والاجتهاد بلا كسل اغتنموا هذا العمر اغتنموا الوقت لا تفوت الفرصة عليكم الفرصة أحيانا قد لا تتكرر أنتم الآن في عمر الشباب لمن هم في عمر الشباب أنتم الآن في صحة وعافية فأنتم هذه الغنيمة لا تضيعوها لماذا؟ لأن الفرصة قد لا تتكرر إذا كنت الآن في عمر الشباب فلا تقول بعد مدة أتوب فيما بعد أصلي فيما بعد أتعلم لا لماذا؟ لأنك قد لا تعيش إلى ساعة ليس إلى الغد فقط بل إلى ساعة بل ربما الآن في هذا المجلس تموت سبحان الله العظيم يعني نحن الآن في هذه الأزمنة كل ساعة نسمع بخبر فلان مات فلان ماتت فلان مريض شباب وأصحاء وأقوياء ومنهم في همة ونشاط ورياضة وما شابه بلحظة يموت الواحد بلحظة يموت اليوم سمعنا فلان الذي جسمه قوي وهو ممن يمارسون الرياضة في عمر الشباب ومن حيث الخلق جميل الشكل بلحظة يموت فلان ماتت فلان مريض كل لحظة يأتي خبر كل يوم يأتي خبر كل ساعة لكن سيأتي في يوم أو في ساعة خبرك أنت أو خبري أنا فلنستعد لتلك الساعة قبل فوات الأوان إذن لذلك قال اغتنم هذه الفرصة لأن الفرصة قد لا تعوض وقد لا تتكرر وقد لا تأتي وقد لا تحصل عليها مرة ثانية العاقل هو الذي إذا جاءت الفرصة يغتنمها لا يضيعها لا يسوفها ويقول فيما بعد لا لأنك قد لا تحصل فرصة ثانية الآن اغتنم قبل فوات الأوان جد واجتهاد في الطاعات والعبادات فيما يرضي الله تعالى في عمر الشباب قبل فوات الأوان وقال رضي الله عنه من كان يستطيع أن يقوم بخدمة الدين والدعوة فترك ذلك بلا عذر عليه ذنب كبير هنا مسألة يعني حكم شرعي تدخل في الأحكام في الفقهيات ولا بد أن نفهمها على حقيقتها وكما هي ماذا يريد رحمه الله ورضي الله عنه بخدمة الدين والدعوة يعني القيام بالواجب يعني القيام بالفرض يعني حماية العقيدة حماية الدين حماية المسلمين حماية أبناء المسلمين من العقائد الكفرية من الضلالات من الفساد المنتشر اليوم ما يريد ما هو الذي يريده من هذه العبارة يعني الذي يستطيع أن يقوم بحماية الدين والعقيدة وخدمة الإسلام والمسلمين وعقيدة المسلمين فيقصر يسوف يؤجل يترك يهمل يترك ثم لا يوكل إنسانا ينوب عنه الآن يعني لا هو قام بهذا العمل ولا وكل إنسانا يسد مسده إنما ضيع واجبا هو الأصل في مسألة إنكار المنكرات أنها من فروض الكفاية هنا يعني جزء أول من المسألة الأصل الأصل في إنكار المنكرات أنه من فروض الكفاية لكن اسمعوا وانتبهوا معي أحيانا هذا الفرض إن تعين عليك يعني أنت علمت بهذا المنكر الحاصل والمنتشر الآن ولم تقم بالتحذير ولا بتحصين المسلمين ولا بتنبيههم من هذا المنكر سكت ولم تنكر وليس لك عذر في السكوت ولا وكلت من يقوم عنك بهذا الواجب أهلكت نفسك صرت أنت بعينك من الآثمين المرتكبين للكبيرة لماذا؟ بتقصيرك انتشر الكفر بإهمالك انتشر الكفر الكفر انتشر الضلال قوي أهل الضلال والفساد على المسلمين فأثروا في الكبار والصغار في النساء في الرجال في الضعفاء الضعفاء من حيث المال والضعفاء من حيث العقول لأن هؤلاء أهل الضلالة يشتغلون على الناس بعدة نواحي أحيانا بالمال يجذبون الناس إليهم وأحيانا يجذبون الناس إليهم بالمناصب أحيانا يشترون لإنسان عندهم مثلا سيارة جهاز الكمبيوتر مثلا أو يسجلونه في الجامعة على حسابهم وهذا يحصل كثيرا يأخذون الطلاب من البلاد الفقيرة إلى جامعاتهم ثم يدفعون عنه المصاريف وإذا تخرج بعد أربع سنوات أو خمس سنوات يرسلونهم إلى البلاد لينشروا عقيدتهم التي هي تشبيه وتجسيم كفر وضلال وليس هذا فقط أنهم درسوه على حسابهم وإقامته على حسابهم ومصاريفه على حسابهم بل يدفعون له راتبا شهريا بعدما يتخرج فيصير داعية لكفرهم داعية للتشبيه فهؤلاء لهم عدة أساليب وأحيانا يموهون على ضعفاء العقول أو على الجهال بإراد الآيات المتشابهات أو الأحاديث المتشابهة ويدخلونهم فيما لا يعرفون لماذا؟ لجذبهم إلى عقيدتهم بسرعة يموهون عليهم يشوشون عليهم فيستميلونهم بذكر الآيات المتشابهات والأحاديث المتشابهة يأتونهم أحيانا بنصوص للعلماء لكن يفسرونها على غير معناها فبهذه الأساليب المتنوعة والكثيرة تطلع حصيلة ما يجتمع عندهم من الناس شيء كثير شيء كثير إذن لا بد أن ننتبه فأنت إن قصرت وكنت سببا في انتشار هذه المنكرات وكنت سببا في انتشار هذا الكفر تكون عن رط نفسك لغضب الله إذن أصل مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية لكن أحيانا يتعين عليك واليوم أنت إذا سمعت بمنكرات لا تقول لا تقول الناس يقومون بهذا الفرض وهناك من يكفيني في حقيقة الأمر هل هناك من يقوم بهذا الفرض هل هناك من يكفيك هذا الأمر العظيم أم أنك تقول ذلك لتضحك على نفسك فتترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنت سأل نفسك هل أنت عند الله معذور إذا جئت يوم القيامة للسؤال والحساب في مواقف القيامة وسئلت عن هذا الفرض الذي تركته ماذا ستقول بماذا ستجيب هل تتجرأ أن تقول أنا ظننت أن الشيخ الفلاني سيكفيني هذا الأمر هذا لا يكون عزرا لك فإذا أنت تعرف اليوم أن معظم الكفريات التي تنتشر والمنكرات على أنواعها لا يوجد من ينكرها ولا من يحذر منها ولا من يبين للناس ويحصن الناس إلا القل القليلة إلا الندر النادرة وهل حصلت الكفاية بذلك فإذا أنت تعرف نفسك إن كان تعين عليك الأمر فقصرت أو سكت أو سوفت أو ضيعت أهملت أهملت هذا الواجب صرت من أهل الكبائر لماذا؟ لأنك صرت مضيعا لهذا الفرض الذي تعين عليك لا يوجد من يسد مسدك لا يوجد من يسد مسدك في هذا الأمر العظيم لذلك لا بد أن تقوموا بهذا العمل العظيم الذي هو حماية الدين والعقيدة والإسلام هذا معنى قصر في خدمة الدين والدعوة إذن ليس الكلام هكذا على الهوى كما يقال بعض الناس يطلقه على رأيه لا إنما هذا يستند لحكم شرعي أليس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ ما معنى ليس منا؟ ليس من أتقيائنا يعني هذا من الناقصين هذا ليس من الكاملين ليس على تعاليمنا الكاملة ليس على نهجنا الكامل إذن كل واحد مننا ليحاسب نفسه كل واحد مننا ليسأل نفسه كم وكم من الناس اليوم يضيعون هذا الواجب فأنتم إياكم أن تكونوا ممن يقصرون في خدمة الدين والدعوة وإياكم أن تكونوا ممن يقصر في التحذير من أهل الضلالة ومن الضالين ومن المنكرات على اختلاف أنواعها مذهب أهل السنة في هذا البلد كأنه ميت من ترك العمل لإحيائه فهو خاسر أما من جد فله أجر كبير هنا كأنه ميت يريد رحمه الله ورضي الله عنه التشبيه من حيث المعنى اللغوي يعني لأنه ضعيف يعني أهل الحق ضعفاء الحركة أهل الحق ضعفاء الحركة لا يعملون بهمة ونشاط لا يتوسعون وكما قال هو رحمه الله قال كاليتيم الذي لا كافل له لاحظ قال كاليتيم كالميت فهذا من حيث اللغة له وجه وهو مقبول ومعناه صحيح وهذا للتحذير والتنبيه ولتحريك الهمم ولتحريك الهمم فلا ينبغي ونحن فينا روح أن نقصر ما دام هذا التأخر في الأمة حاصل بل الواحد مننا ليتشرف بخدمة هذا الدين العظيم وبخدمة هذه الدعوة فيعمل على تقويتها ونشرها ومساعدة أهلها ليكون له هذا الحظ الوافر لعله يعتق من النار ويغفر له بخدمة الدين والدعوة أما إن قصر مع المقصرين ماذا سيقول في القيامة إن نام مع النائمين ما هو عزره على زعمه لذلك يا إخواني لا ينبغي أن تقصروا بل ينبغي أن نعمل هذا الأمر أمر عظيم كل منا مسؤول ومحاسب يوم القيامة فانظر أين أنت وانظر ماذا عملت وانظر ماذا قدمت قبل فوات الأوان الله يقول وقفوهم إنهم مسؤولون الله يقول فوربك لنسألنهم أجمعين من ترك العمل لخدمة الدعوة قلبه ميت هذا من موت القلوب إذا لم تجتهدوا الآن وأنتم في سن الشباب فيا حسرتكم بعد أن تصيروا في سن الشيخوخة يا حسرتكم معناه إن لم تتوبوا وإن لم تتداركوا أنفسكم لأن الإنسان إذا ضيع الواجبات وقصر وضاع عمره وانتقل من الشباب إلى الشيخوخة ولم يتوب فهذا من الهالكين وهو مستمر على هلاكه أما من تاب وتدارك نفسه وعمل ما استطاع وما يستطيع على تعويض ما قصر فيه من نشر الدين ونشر العقيدة ونشر مذهب أهل السنة والتنزيه والتوحيد والتحذير من فرق الضلال التي صارت كثيرة اليوم وكثير من الجهال اليوم يقول أنتم تحذرون من هذه الفئة وهذه الفئة وهذه الجماعة وهذا الحزب وهذه الجمعية وهذا الدكتور وهذا الشيخ يقول لا يوجد غيركم بلا يوجد الكثير من أهل السنة والجماعة اليوم يمكن أكثر من مليار ونصف لكن في نفس الوقت فرق الضلال والفساد كثر ولما نام أكثر المشايخ عن إنكار المنكرات تجرأ هؤلاء فظهروا واستلموا الساحات والمواقع والفضائيات والجامعات والمعاهد والمدارس والكتب والأماكن العامة فظهروا للناس أنهم كسرة أما في الواقع والحقيقة كل أهل الضلال يرجعون في عقائدهم إلى أصل تلك الفرق التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ستفترق أمتي على سلاس وسبعين فرقا كلهم في النار الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلهم في النار إلا واحدة ما أنا عليه وأصحابي فالعاقل لا يأتي فيقول كيف هذا كلهم في النار طيب إذا كانوا بالأصل سبعين أهل السنة والجماعة الفئة الناجية ومن هول السبعين يلي معظمهم انقرض واليوم لنقول في عشرين جماعة وخمسين حزب وستمائة شيخ ودكتور ومدعي فارغ لكن بعقائدهم الفاسدة بيتوزعوا على هالفئات يلي منها انقرض فبيرجع أصل كل لهول السبعين أو تنين وسبعين فإذا ما تنغشوا انتوا بكسرة أسمائهم يعني مثلا خلينا نعطي مثال للتقريب لو واحد من أهل الضلال واحد من مؤسسي المذاهب الكفرية من مؤسسي العقائد الكاسدة الفاسدة وميت من ألف سنة لنقول من سبعمائة سنة اليوم جماعته عاملين له لنقول صور أشكال وألوان ولو صورة تقريبية رسم تقريبية شي كبير بحجم البنية وشي بحجم السيارة وشي بحجم الشجرة وشي بحجم التلة وشي على الحيط وشي على البرندة وشي على الشباك وشي بالطريق وشي بالمحل وشي بالدكان وشي أسود وشي أبيض وعلى مختلف الألوان والأشكال والأحجام وملأوا هذه الصور في الشوارع والطرقات مع اختلاف الألوان والأحجام والهيئات والأشكال كل هذه الضجة لشخص واحد لما بنجي بنشوف في عشرين فئة ترجع في أصلها إلى المشبهة يعني فئة واحدة لما بنشوف خمسين دجال وسبعمائة عفريت كلهم هولي على الضلالة بيرجعوا لفئة أو اثنين أو ثلاثة فما تجي تقول لي يا فهيم كل هولي على ضلالة وأنت لحالكم على حق لا بنقول مش لحالنا على حق أهل الحق كسر وأهل السنة كسر وكما قال مولانا الشيخ رضي الله عنه قال نحن فئة من المسلمين نحن فئة مش نحن الإسلام لا مش نحن الدين والعقيدة لا نحن فئة من المسلمين من أهل السنة والجماعة في العقيدة أشعرية وفي الفروع شافعية هذا هو فلما تشوفون بنحذر من كتير من أهل الضلال ومن مشيخ وزعماء والدكيترا المنتشرين اليوم في المواقع كل هؤلاء يرجعون إلى الفرق الضالة التي منها من قرض هذه هي الأضية فما تقولوا ما في حدا غيركم على الحق إلا أنتم نحن لا نقول هذا نقول إن عدد المسلمين اليوم بفضل الله أكثر من مليار ونصف ونحن نفرح كل ما علمنا بوجود شيخ صادق والشيخ هو اللي عرفنا على المشيخ الشيخ هو الذي عرف أهل لبنان على المشيخ في سوريا في اليمن في العراق في ليبيا في ليبيا في الهند في الباكستان وكان هناك بينه وبينهم تواصل وزيارات ورسائل ومودة ومحبة حتى إنه رحمه الله كان في بعض المرات يرسل إلى المغرب يرسل إلى اليمن يرسل إلى تركيا هو الذي عرفنا على المشيخ والعلماء والأولياء من أهل الصح وأهل الجذب وعرفنا على أهل الطرق لأن الشيخ كان يحب كل أهل الحق وإذا رأى إنسانا من أهل الحق يحتاج إلى المعاونة يعاونه يحتاج إلى المساعدة يساعده ويقول كونوا معه وأنتم ترون من سنوات ليس من الآن كم وكم من العلماء نذكرهم في أسانيدنا ومن المشايخ وكم وكم من المشايخ الذين يموتون في البلاد لأن نحن نعمل ما يسمى النعي ما يسمى النعي أو على المواقع التي عندنا أو حتى في خطب الجمعة وكم وكم من المشايخ نصلي عليهم صلاة الغائب وإن كنا في البلد أو كانوا في البلد نحن نحضر نصلي عليهم وهذا كله مسجل إن كان في المقاطع والفيديوهات والصور والناس يعرفون هذا إذن هذا كله دليل على محبة شيخنا لكل مشايخ أهل الحق وعلى أن الشيخ ربانا على هذا الشيخ على هذا ربانا الشيخ رحمه الله كان يرسل بعض من عنده من الطلبة إلى مشايخ ليأخذ منهم الطريقة النقشبندية وكان يرسل أحيانا إلى الشيخ أحمد الصيادي الرفاعي الذي في طرابلس لبنان الشام لمن يرسل من يأخذ منه الطريقة الرفاعية وإلى بلد كزل من يأخذ الطريقة القادرية وهنا يدرس الحديث وهنا يقرأ التفسير وهنا المذهب المالكي وهذا كله سابت على شيخنا كيف يتعامل مع المشايخ وهو الذي ربانا على هذا ونحن سافرنا إلى الشرق والغرب واجتمعنا بالمشايخ بالعلماء بالصوفية بالزهاد بالعباد وكلهم يسنون على شيخنا لكن من في قلبه مرض أو من في قلبه نفاق الناس أحوالهم مختلفة قد يكون واحد منافق واحد مريض وواحد نظيف فهذا المريض أو هذا المنافق قد يشوش على هذا النظيف لكن عندما نقول نظيف يعني ينبغي أن يتسبت ويتحقق وأن لا يتسرع أن لا يكون متهتكا في الطعن في شيخنا وجماعته وأتباعه الذين هم بعشرات الألوف في البلاد ومئات المؤسسات لهم في خدمة أهل السنة والمذهب الأشعر ما تريده لماذا بعض أدعياء المشيخة هنا وهناك يتركون التحذير من الكفار ومن المشبهة والمجسمة والحلولية والإباحية يتركون التحذير من كل هؤلاء ويتكلمون في شيخنا وفي جماعتنا وفي إخواننا لماذا؟ لنفاق؟ لمرض؟ لجهل؟ لحماقة؟ أم لتشويش؟ إن كنت مشوشا فأين التحقق؟ إن كنت مشوشا فأين التسبت؟ إن كنت مشوشا فأين الاستعلام قبل الاتهام؟ فأين أن تسمع منا عنا؟ أن تسمع منا عنا؟ لا أن تسمع من المنافقين عنا لا أن تسمع من الكذابين الذين كانوا يقبلون يدي ورجلي الشيخ يقبلون يدي ورجلي الشيخ وكانوا يأكلون من يديه ومن ماله ومن جيبه لكن ما الذي غيرهم؟ الدنيا ما الذي غيرهم؟ المناصب الزعام الفارغة الجوفاء العفنة المال وسوس لهم فلان أفسدهم علان ضرهم وأضلهم فلان فتغير الحال الآن بعدما مات الشيخ عرفتم الحق بزعمكم أم أنه مرض النفاق في قلوبكم أم أنه مرض النفاق والتزبزب فأنت يا من تدعي المشيخ وأنك سني ألا تؤمن بالقيامة تأخذ بقول هؤلاء الذين في قلوبهم مرض وغي وزيغ ونفاق علينا ونحن ما زلنا على قيد الحياة لماذا لا تسمع منا عننا لماذا تحكم علينا بقول أعدائنا بقول المنافقين والخصوم الكذب الفجر اسمع منا عننا كما تحب أن لا نتسرع فيك لا تتسرع فينا كما تحب أن نتسبت مما يقال فيك وعنك أين أنت التسبت عندك فينا وعنا والقيامة أمامنا وأمامكم القيامة أمام الجميع إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم تركتم كل أهل الضلال والنفاق والفساد والجهل والإلحاد والزندقة والإباحية وتركتم أهل التشبيه والتجسيم ومن يكفرون الأمة وتركتم أهل الحلول والاتحاد الذين يعتقدون أن الله حل في مشايخهم وتهجمون على شيخنا وعلى أتباعه ومؤسساتهم وهم سند لأهل السنة والجماعة وهم سند للأشاعر والما تريدية وهم سند لأهل الحق أينما تدعونه بزعمكم الفارغ الكازب أيها الدجاجلة أيها العفاريت ما تدعونه في مسألة لازم المذهب لازم المذهب ليس بمذهب وهذا تطلقونه أحيانا في الصريح وبهذا تهلكون أنفسكم والقضية ليست هكذا أينما تدعونه من هذا عندما تتكلمون علينا وعنا أم عند الكلام عنا تنسون هذا المذهب المزعوم وهذه العقيدة المبتكرة التي أنتم ألفتموها في الصريح أما عنا وفينا تنسونها وتنسفونها هذا من العدل على زعمكم هذا من الإنصاف أو لنفاق في قلوبكم أو لنفاق في نفوسكم أيها المرضى النفوس ومرضى العقول أفيقوا واتقوا الله واعلموا أن القيامة أمامكم إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم نحن ما الذي نفعله نقوم بخدمة العقيدة والدين ومذهب أهل السنة والجماعة أليس قتل لنا الشيخ نزار الحلبي الذي كان هو الشيخ الثاني في جماعتنا بعد شيخنا الشيخ عبد الله ثم الشيخ نزار حلبي أليس قتل لأي شيء قتل الشيخ محمد صنع الله وفلان 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 وعدد ممن قتلوا لنا ممن ضربوا ممن افتري عليهم لماذا؟ لأنهم يحامون عن مذهب أهل السنة والجماعة لم يقتلوا لأجل بيع السجاد العجمي ولم يقتلوا لأجل أنهم يقبضون على أبواب السفارات أما أنتم انظروا رؤوسكم أين هي موضع أقدام المنافقين تلهسون وراءهم وتلحسون الأعتاب تحت أقدامهم لماذا؟ لأجل الدنيا؟ أيها المزبزب أيها المنافق أيها الضال أيها الضار للأمة والمسلمين انتبهوا وأفيقوا لذلك نحن علينا أن ننتبه فإن لم نحذر من أهل الضلال ومن أهل الفساد وإن سكتنا ونمنا مع النائمين وسكتنا مع الساكتين في القيامة ماذا سنفعل؟ في الآخرة ماذا سنفعل؟ إخواننا استرخصوا أنفسهم في الدفاع عن دين الله أما أنتم لأي شيء تنبحون أما أنتم لأي شيء تعوون لأجل الدنيا لأجل صمعتكم ولأجل آباطكم التي انتفخت لأي شيء تنبحون تكذبون علينا تنسبون إلينا ما نحن منه براء اتقوا الله واعلموا أن الآخرة أمامكم يقول الله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون كل مننا لينتبه ليقوم مدافعا عن مذهب أهل السنة وعن عقيدة الأشاعر مدافعا عن التوحيد والتنزيه انظروا إلى كفر المشبهة والمجسمة الذين ملأ كفرهم الدنيا ماذا تفعلون أنتم؟ ماذا تعملون؟ أنتم تساعدونهم أنتم تمهدون لهم أنتم تقوون لهم أبنيتهم وتزلزلون أبنية أهل السنة والجماعة لكم موقف خطير يوم القيامة لكم موقف صعب في القيامة أفيقوا واستحوا وارجعوا قبل الموت وقبل القبر وقبل السؤال والحساب وكلنا سيموت وكلنا سيسأل ويحاسب وكلنا له موقف يوم القيامة إذا لم تجتهدوا الآن وأنتم في سن الشباب فيا حسرتكم بعد أن تصيروا في سن الشيخوخة هذا شرحناه في البداية على ما فودتم على أنفسكم الذي يترك خدمة الدعوة بلا عذر فأنا غاضب عليه وقال رضي الله عنه فأنا غاضب عليه لماذا قد يقول البعض أو من لا يعرف الشيخ من هو قد يقول لماذا قال أنا غاضب عليه لأن من الناس من إذا كان خوطب مباشرة قد يتأثر إذا كان له اعتقاد في هذا الشيخ العالم الإمام الولي الصالح الزاهد العابد الفقيه المجتهد المحدس الأصولي العلام النحوي صاحب الخوارق والكرامات المقصر إذا رآه يقول له أنا غاضب عليك قد يتحرك همته قد تتحرك قد يرجع قد يستيقظ قد يفيق لذلك كان يخاطب في بعض المرات عندما يرى أن التقصير استشرى أن التقصير انتشر أن الناس ناموا لذلك مرة ماذا قال قال الذين يحاربون المتطرفين كما ينبغي يعني المكفرين للأمة اسمعوا هذه العبارة هذا في وقت من الأوقات عندما انتشر الخوف في الناس عندما ارتعب الناس عندما اختبأ الناس عندما دخلوا إلى البيوت وأغلقوا الأبواب ويمكن كانوا بعض الرجال حيلبسوا اتنينير وقتها ويمكن في ناس تخبوا تحت الفرشة وناس تخبوا بالباني وسكروا باب الخلاء عندما انتشر الخوف في الناس وبقي الذين يجهرون علنا وعلى الفضائيات وعلى المنابر وفي المؤتمرات وأينما كان يجهرون علنا في التحذير من أهل الضلال بالأدلة هنا في هذا البلد ماذا قال الشيخ اسمعوا هذه العبارة قال يمكن الذين هم باقون ثابتون على التحذير من التكفيريين الإرهابيين يمكن اسمعوا قال لا يتجاوزون عدد أصابع اليد الواحدة اسمعوا أشارة هكذا قال يمكن لا يتجاوزون عدد أصابع اليد الواحدة لماذا؟ لأن الخوف غلب على الناس حتى على المشايخ كتير من المشايخ كانوا بالحروب يهربوا من بيروت يقضوها بيض بلدي وعسل والكرز والضرائن والجبال والمصايف وبيروت فلتينة ما فيها في المساجد والملاجئ إلا الشيخ وأتباع الشيخ أنا أذكر باجتياح اليهود لبيروت في اجتياح اليهود للبنان كنا صغارا من حيث العمر وكان بعض المساجد التي فيها مشايخ مشاهير في بيروت خلت خلت يعني ما بقى فيها مشايخ مشايخ هربو صرنا نحن نخطب فيها أنا خطبت في عدد من مساجد بيروت المشهورة والكبيرة جدا ليه لأن المشايخ اللي كان يخطب فيها بالاشتياح هربو صرنا نبعت بعض إخواننا الشباب لخطب الجمعة إلى الملاجئ للناس الملاجئ يعني المخازن الكبيرة ملاجئ الأبنية يختبئ فيها الناس نرسل إليهم بعض الإخوة ليخطبوا فيهم الجمعة ونحن ندور على المساجد بعض المساجد المشهورة والكبيرة نحن خطبنا فيها نحن استلمناها الشيخ نزار الحلبي وفلان 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 من إخواننا الدعاة والمشايخ وين المشايخ هربينين وين المشايخ بالجبال بأبرص بتركيا بسوريا والشيخ وأتباعه تحت القصف والصواريخ اليهود بيروت تحترق وإخواننا فيها ما تركوها يومها لي قال الشيخ قل لإخواننا معادن الرجال تعرف عند الشدائد معادن الرجال تعرف عند الشدائد عرفتم؟ لذلك بعض الأحوال تختلف على الناس في ناس عند الشدائد ما فيهم يصبروا يرتجفون يتزلزلون بينهاروا ببطل يقدر يواجه فبيهربوا بيتخبوا لذلك قال الشيخ هذه العبارة فأنا غاضب عليه ليه؟ لأنه تارك للواجب تارك لحماية الدين والإسلام ويسأل عن أمور الدنيا يسأل عن أمور الدنيا عرفت لماذا قال يمكن لا يتجاوزون عدد أصابع اليد الواحدة الذين ثبتوا على التحذير علنا من المتطرفين التكفيريين في لبنان رأيتم لماذا؟ فكلمة الشيخ قول الشيخ فأنا غاضب عليه هذا في التوجيه وفي الإرشاد والتربية في بعض الأحوال ينفع وفي بعض الأحوال له تأثير وهذا تحريك للناس ليرجعوا إلى الصواب أليس الأب أحيانا يضرب ولده؟ ضرب تأديب لا نتكلم عن ضرب الانتقام وكما يقال بالعامية فش الخلؤ لا نتكلم عن ضرب التأديب الذي في محله هذا الضرب ألا يكون لمصلحة الولد؟ هون الشيخ ما ضربنا؟ قال فأنا غاضب عليه وعلى مين؟ عن لي هو تيرك الواجب وعن بضيع الفرض وعن بقصر وأهل الكفر والضلال ينتشرون ويتوسعون نعم هذا كلام في محله لأن الله تعالى يكون والعياذ بالله هذا الإنسان عند الله تعالى من المغضوب عليهم ليس من الكفار إنما أريد يعني هو ممن حل عليهم غضب الله ممن حل عليهم صخط الله يعني من الفساق من أهل الكبائر عندما يتركون مصرة الدين وتأييد العقيدة والإسلام ويضيعون الواجبات والفرائض ولا يحامون عن الدين وفي المقابل أهل الكفر والضلال ينتشرون ويتوسعون نعم حل عليه غضب الله حل عليه صخط الله وإذا كان الله غاضبا عليه هل الأولياء يحبونه أم يكونون غاضبون عليه لذلك هذا الكلام في محله وقال رضي الله عنه الفراغ إذا لم تشغله بما يعني شغلك بما لا يعني كم رأينا من الناس الذين في الفراغ انجرفوا انجرفوا إلى الدخول في منكرات ومعاصي ومحرمات ومبيقات لو كانوا مع الناس لا يفعلونها انتوا لاحظوا كثير من الناس لما بيكونوا مخالطين الناس في المساجد في المعاهد في الشوارع في الأسواق يحجزه ذلك عن أن ينجرف إلى بعض المنكرات بعض الناس عندما يكون وقته مليئا معبئا ما عنده فراغ لا ينجرف وبعض الناس بسبب الفراغ الذي عنده يتفنن بالمنكرات هذا الفراغ جرفه هذا الفراغ جره هذا الفراغ ساقه ليتفنن ببعض المهالك ببعض الموبيقات وقد يكون أحيانا قد يكون الفراغ يجره إلى أمور خبيثة أو مكروهة أو مزمومة وإن لم يصل إلى المحرمات طيب لو كان بهالوقت في المسجد كان عم بيصرف وقته بالطاعات لو كان بهالوقت عم بيحضر درس أو عم بيدرس كان عم بيصرف وقته بالنافع والمفيد والثواب والأجر فراغ قاعد بالبيت بيشوف التلفزيون عم بيقلب 357 قناة وقنات شو بده يصير براسه وبقلبه هده بعض الناس ما بيتحمله بعض الناس يعني مثل ما بيقولوا بالعامية مهزوزين بيشوف كلها المناظر العجيبة والغريبة بيشوف كلها المنكرات بيشوفها الدعاية بيشوف الأسباب السهلة وأسباب الوصول إلى المنكرات سهلة فينجرف ينساق بعض الناس ما بيتحمل إذا رأى شيئا على التلفزيونات في الصفحات في المواقع ينجرف فورا لذلك كانت هذه المواقع والتلفزيونات والفضائيات والتليفونات لما بيفوتوا فيها على كثير من المواقع كانت سببا بجر الناس إلى الفساد كانت سببا بجر الناس إلى الزنا صاروا بيفوتوا على مواقع للزانيات صاروا بيفوتوا مواقع للزانيات فيديو صور يعني صور بل أحيانا يكون اتصال مباشر بين فلان الزانية وبين فلان الزبون تفعل وتعمل يعني تحركه ثم تسوقه إلى أن يذهب إليها أو هي تأتي إليه هذا شو سببه لو كان قاعد مع إمه وقاعد حد بيه وقاعد مع ولاده لو كان قاعد بالجامع لو كان فتح المصحف وعن بيقرأ قراءة صحيحة أخذها بالتلقي بحسب العادة ما كان ينجر لهالأمور بحسب الغالب ليه لأن وقته معبى بالطاعات بالعبادات لما بيكون بين العلماء وأهل العلم وطلاب العلم لما بيكون بين المصلين والمعتمرين والحجاج لما بيكون بين خدام الدين والدعوة وقته معبى بيبطل عنده هالوقت ليفوت على هالمواقع الرخيصة بيبطل عنده وقت ليفوت على هالمواقع السافلة هي ومن أنشأها هذه المواقع الرخيصة هي ومن عملها لذلك الفراغ الفراغ إن لم تشغله بما يعني قد يشغلك قد يشغلك بما لا يعني بل قد يشغلك بالمنكرات قد يوصلك إلى المنكرات قد يوصلك إلى الموبيقات كم وكم من الناس على هذا البرنامج يعني ما يسمى مواقع التواصل تعرف على المتطرفين وأخذ عقائدهم وتعلم تكفير الأمة وصار كأنه صار هو داعية لهم داعية لكفرهم هذا وين؟ بس على الإنترنت والنات هذا وين؟ بس بالمواقع بس بالمواقع بس على التليفون بس على الفيسبوك بس على الواتس أب انظروا هذا الفراغ اللي لم تعرف كيف توظفه بأن تملأ وقتك فيه بالنافع والمفيد إلى أين قد يجرك كم من عمليات قتل وسطو مسلح وغصب واغتصاب ومخدرات وفساد ورزيلة حصل بسبب هالمواقع والتليفون والإنترفون قد يقال يعني الإنترفون يعني أنا أريد أن أعبر عن سهولة الوصول إلى هذه القضايا بسبب هذه الآلات وبسبب هذه الأمور الحديثة التي صار بعض الناس يستعملها للشر هذه الأشياء صار بعض الناس يستعملوها للشر بسبب التليفون ومواقع التواصل كثير من عمليات الخراب تحصل في الدنيا صار فيه عصابات تتشكل بس على الفيسبوك كل واحد من بلد عصابات بتتشكل بس على الفيسبوك بيتعرفوا على بعضهم على الفيسبوك بيصيروا مجموعات وجامعات إرهابية وتخريبية وتكفيرية وتدميرية وسرقات وتزوير واحتيال وخطف وخطف وغصب واغتصاب وسرقة بس على الفيسبوك على المواقع طيب كيف كل هالعمل كل هالوقت كل هالتخطيط وكل هالتحضير هذا مش بسبب الفراغ لو كان قاعد بين الناس من وين كان هيعمل كل هالشي هذا إذن الفراغ الفراغ انتبهوا قد يجركم إلى المهالك وقال رضي الله عنه الغفلة هي سبب المعاصي والمكروهات وقال رضي الله عنه من نعم الله على الشباب أن يقيض لهم من يعلمهم عقيدة أهل السنة في مقتبل عمرهم الغفلة غفلة القلب عدم تيقظ القلب عدم انتباه القلب عدم حذر القلب عدم استحضار الخوف من الله عدم التفكر بالموت والأهوال والقبر والعذاب والعقارب والحشرات والأفاعي والديدان وأهوال القيامة وما يحصل في مواقف القيامة وما يكون في جهنم الغفلة عن كل هذا والانشغال عن كل هذا أحياناً القلب يغفل يقسى القلب فينجر ينجرف إلى محرمات أو أحياناً قد ينجر إلى كفر وأحياناً إلى ما دون المحرمات من الله من تضيع الوقت من الأمور المكروهة فالإنسان ينبغي أن يبقى متيقظاً منتبهاً مراقباً نفسه مراقباً قلبه مراقباً لسانه يستحضر أن الله مطلع عليه وأن الله عالم به وأن الله يراه وأن الله لا تخفى عليه خافية أليس يقول الله تعالى في القرآن الكريم كراماً كاتبين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون الله جعل علينا ملائكة هو لا يحتاج للملائكة الله تعالى لو خلق خلقاً بعدد كل الخلق الذين خلقهم إلى مليارات المرات وعاشوا كلهم عمر جبريل الله لا يحتاج إلى استعانة بملك ولا إلى كتابة أعمالهم عن طريق الملائكة هو عالم بكل ذلك لا تخفى عليه خافية لكن هذا لتعرض الصحف على الإنسان يوم القيامة ليرى فيشهد على نفسه فالمزنب يزداد حسرة والتقي يزداد فرحاً أليس الله يقول وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء إذن الله لا يحتاج للملائكة لكن لحكمة عظيمة ماذا قال كراماً كاتبين يحصون علينا أعمالنا أقوالنا وتعرض علينا في القيامة ما يلفز من قول إلا لديه رقيب عتيد الله لا يحتاج للملائكة ولا لكتابة أعمال بني آدم والجن الله محيط بذلك علماً ومطلع على ذلك ولا تخفى عليه خافية لكن هذا يؤثر في العباد في مواقف القيامة إن توبيخاً إن توبيخاً وحزناً وألماً في من يستحقون أو فرحاً وسروراً للأتقياء عندما يطلعون على صحائف أعمالهم لذلك يا إخواني ويا أخواتي ينبغي أن ننتبه لأننا إن بقينا في الغفلة قد ننجرف والعياذ بالله والقلب يقسى فإذا قسى القلب قد ينجر من الصغيرة إلى الكبيرة ثم إذا استمر على الكبائر يستسهل يتهاون في الكبائر فيصير في غفلة إلى حد بعيد إلى حيث يقع في الكفر والضلال لأن القلب مات لأن القلب عمية لأن القلب السودة لأن القلب ما عاد يتأثر لذلك يروى عن الإمام الغوص السيد الجليل الرفاعي الكبير رضي الله عنه وأرضاه وأمدنا بمدده ونفعنا ببركاته وعطف قلبه علينا وسبتنا على حبه وحشرنا معه مع الإمام الشافع وشيخنا تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه أنه قال من لم يكن له من نفسه واعظ لم تنفعه المواعظ ما معنى لم تنفعه يعني المنفع المرجوة والمطلوبة التي بها تحصل الفائدة العظيمة لماذا؟ قلبه مات قلبه اسود قلبه تراكمت عليه الذنوب والمعاصي والآثام بطل يسأل لا عن سؤال ولا عن آخر ولا عن موقف والعياذ بالله في الآخرة ولا يسأل عن الذنوب والمحرمات صار يستسهل الوقوع في الكبائر في الكبائر في الكبائر يستسهل الوقوع في الكبائر يستسهل ويقع في الموبقات في المحرمات في المنكرات في المفسقات في الفجور ولا يتأثر بل وهو يضحك بتشوفوا ليل انهار عم بمسح صباط يبقى ملمع ويترك قلبه الذي علىه العار والظلام والشنار والقسوة والسواد فلا يعمل على تنظيف قلبه من الآسام بل في كل لحظة يعمل على تلميع وتنظيف نعله يعني يمسح عن نعله الغبار مرارا مرار ويترك قلبه الذي علىه الذنوب علته الذنوب والتكبر والغبار من فرآن معه ألبه ولا الأبر ولا الآخر ولا السؤال بل صباط بالديام لمع كل شوي تراه يخاف من الغبار من الغبار أن يقع على نعله أما ألبه أسود ومعفن ومنتن وطال عريحت بالأرف بالذنوب بالمعاصي نسأل الله السلامة ونسأل الله حسن الحال ونسأل الله أن يرزقنا التقوى وأن نتوب من ذنوبنا اللهم توب علينا واغفر لنا ما سلف منا يا ربنا اللهم إننا معترفون بذنوبنا مقصرون معترفون بالذي قد كان منا وإنا نرجوك يا ربنا أن تغفر لنا وأن تتوب علينا وأن ترحمنا وتوب علينا حتى نكمل النقص الذي فينا اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إخواني في الله وأخواتي في الله الغفلة الغفلة مميتة الغفلة مهلكة الغفلة توصل أحيانا إلى النار توصل أحيانا إلى النار فتيقظوا واحذروا الغفلة واحذروا سواد وقسوة القلب نسأل الله السلامة لنا ولكم ولا تنسوا أن تكونوا معنا يوم الاثنين الساعة السادسة بتوقيت بيروت في جامع البسطة الفوق لقراءة كتاب القراءة خلف الإمام للإمام الحافظ البخاري رضي الله عنه وأرضاه في المسجد لمن هم في لبنان وإن شاء الله الذين في الخارج في الدول سيتابعون معنا على الصفحة الله يغفر لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته